السلام عليكم ورحمة الله كنت وعاتيكم في البوست السابق هنتكلم عن الرحلة في الهند بعنوان الرحلة الغربوية في الأراضي الهندية وبنكمل في الحقيقة طبعا الخلفية الأولى أنا رحت الهند في المرحلة الأخيرة وتجولت في عديد من المدن الهندية في نيو ديلهي وأجرة وجبور ورجعت إلى ممبي وكنت حارس طبعا أن أنا ألتقي أكبر يعني قدر الإمكان نحتك بالناس الأسواق المعابد المولات المطارات عايزين نشوف فعلا الهند وما الحكايات عنها بلد يعني التراث والتاريخ والحداثة والأرض الآلهة والتنوع والتقدم فصراحة كانت خبرة كانت مفيدة استفدت منها أنا كتير على المستوى الشخصي وساعدني في ساعدتنا الرحلة أولا في استعاب كتير من الأفكار أو فهمي كثير من الجوانب اللي كانت محتاجة أفهمها عن عن الهند من ناحيتين من ناحية أن بلد بهذا التنوع مليار وقرابة 400 مليون نسمة عايشين بشكل فيه تناغم وتسامح الحاجة التانية ملايين الآلهة ورغم ذلك أيضا حققين أرقام كويسة في التنمية والنهضة وأيضا البلد بشكل عام متحركة في اتجاه الأمام فعلى مستوى الجغرافية عندك شبه قارة ضخمة جدا قرابة 3 مليون كليمتر مربع 7000 كيلو متر سواحل دمغرافيا بتتكلم في مليار وربعمائة مليون تنوع عرقي وديني ولغوي وشيء ضخم جدا فكنت محتاج فعلا أوم بهذه الزيارة وسبق هذه الزيارة فعلا هو تعميق القراءة طبعا حواليها وعلى فكرة الهند القديم وعلاقته بالفلسفة وعلاقة الدين والجغرافيا والوضع الجيبوليتيكي والوضع الاقتصادي حاولت يعني بقدر الإمكان أن أنا أكون صورة لنفسي أولا وإذا كانت فرصة وجدت فيها شيء نافع هتكلم معكم فهنتكلم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة عن الرحلة دي من يعني جانب الشخصي داخل مع المشاهدات مع الملاحظات مع القراءات بحيث نشوف التجربة يعني اللي أنا شفته أو اللي أنا يعني حسيت به فغالبا الفيديوهات هتدور حوالي خمس محاور في الزيارة دي الرحلة الغربوية في الأراضي الهندية عن الفلسفة والدين يعني هذا الشعب الكبير والضخم موروث الديني اللي يمتده قرابة 3000 سنة قبل الميلاد إزاي لحد الآن محافظ عليه وناجح في الحركة به وأيضا هنتكلم عن النهضة والسياسة يعني هذا المجتمع الكبير المتنوع أيضا فيه أمراض وفيه يعني عملية إجهاد وانتحار وأيضا تهميش وفيه فقراء وفيه بطالة وفيه خرافات لكن إزاي القيادة الهندية نجحت فيه أنها تعبر بكل هذا في اتجاه المستقبل وتحقق معادلات تنمية تقارب 8 إلى 9% ويصبح الاقتصاد تقريبا السابع عالميا امتلكت برنامج فضائي وبرنامج صاروخي وبرنامج نووي الحاجة الثالثة هنتكلم عن التاريخ والحداثة يعني الدولة بهذا العمق التاريخي المتواصل الذي لم ينقطع قدر تخش الحداثة والتصنيع والعلم برغم الموروس الدين الكبير والتاريخ وإزاي عمل التوازن ما بين التراث والحداثة يمكن أنا الحاجات اللي حسيت بها في الهند إن أنا ممكن تلمس الماضي وتعيش الحاضر وتشوف بعينك المستقبل يعني بتشوف كل الثلاثة أزمنة متقطعين مع بعض والجانب الرابع اللي هتكلم فيه هو عن إدارة التنوع والاختلاف يعني كيف نجحت هذا الشعب إنه يعيش بدرجة كبيرة طبعا مش هقول إنه ما عندهمش مشاكل تتمح والتعصب لكن لما تقيد المشاكل بمقدار المساحة والعدد إنت قدام نموذك فعلا استحق الدراسة والجزء الأخير بخواطر الشخصية اللي أنا يعني حسيت بها جابتني على أسئلة على أسئلة شخصية فكده إحنا إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هنتكلم عن رحلة الغربوية في البلاد الهندية من خمس زوايا الدين والفلسفة والنهضة والسياسة والتاريخ والحداسة والتنوع والاختلاف والخواطر الشخصية اللي ربما تجمع كل هذا الأمر فأنا يعني متظركم إن شاء الله وأتمنى وجود تعليقات وأستفيد من مراجعتكم على ما أقوم به وشاكل اهتمامكم ونلتق إن شاء الله في الفيديو القادم في الرحلة الغربوية في الأراضي الهندية السلام عليكم